اشتركوا في القناة سواء كانوا في مكة مختلطين أرائي المشركين والمسلمين أو في المدينة اتبعوا سبيلنا امشوا معنا امشوا على طريقتنا ادعموا كل طروحاتنا ولنحمل خطاياكم إذا في خطأ وإذا الله بحاسبكم نحن نوقف ونقول يا ربي خلي هذه الخطأ خلي علينا لأننا نتحمل مسؤوليته الله يقول كذابين هؤلين هل يريدون يخدعوكم الآن بحسب موازين القوة والضعف بحسب موازين الإغراء والترهيب وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لأنه كل واحد يعيش لحاله ذاك الوقت ما في حدا لحدا لا تملك نفس لنفس شيئا إنهم لكاذبون خداعين يخدعك وهذه الله بيقول لي لتعمل النبي بيقول لي لتعمل الإمام بيقول لي لتعمل أنت مين أنت وين أنت الضمانة اللي عندك من الله سبحانه وتعالى فاتح وصير الزوج مع زوجته يمشيها قالناه خلص أنت بلا ما تتحجبي وأنا بتحمل المسؤولين مين أنت عقد الزواج هذا الشيء نحن نستعبد نعتبر عقد الزواج هو عبودية يعني عبودية الزوجة للزوج يمكن الرجال ما بيقبلوا نحكيها هذه الزواج فقط يجعل المرأة ملزمة بما يفرضه عقد الزواج العلاقة الزوجية الخاصة هذه هي والزوج أيضا عملية النفقة وعملية أيضا العلاقة الزوجية الخاصة مثل ما أنت لما أنت تتعاقد مع عامل يعمله ما لك شيء سوى عمله شريك تشاركه ما لك شيء سوى شركته ما حدا بيستعبد حدا العقود كل العقود بين الناس عقد الزواج عقد الشراكة عقد التجارة عقد العمل كل العقود إنما تلزم المتعاقدين بمضمونها ماادة أولى وماادة ثانية أكثر شيء ما فيه هذا واقع بس إحنا نستعبد بعضنا البعض أنت تضغط على العامل اللي عندك المحتاج للعمل تستغل حاجة للعمل تفرض عليه ما لا يرضى وما لا يريد تفرض على زوجتك ما لا ترضى به وما لا تريد تفرض على الناس وهكذا مثل ما الزعماء والزراء وكذا يفرضون على الناس أمورا لا يؤمنون بها لحاجتهم إليها لأن الدولة ربطت حاجات الناس والزعماء والله يحكي لنا عن التابعين والمتبوعين إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ما خطنا هنا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا زلم لو أن لنا كرة أخ لو الله يرجعنا للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الناس ترجمة نانسي قنقر